اشتركوا في القناة كلمة many بدون how تعني العديد فلو قلت مثلا يعني أن لدي العديد من الكتب ولكن عندما أستعمل how قبلها يكون معناها كم عدد البيض how many eggs do we have egg how many eggs do we have we got few eggs we got few eggs got got هنا تعطي معنى مشابه لhave few few we got few eggs how much milk is in the fridge refrigerator how much milk is in the fridge refrigerator much much أيضا تعني الكثير إذا استعملناها مفردة there is much water يعني أن هناك الكثير من الماء ولكن إذا استعملناها مع how how much تعني كم كمية ما هو الفارق بين much وميني هو أننا نستعمل how many عندما نسأل عن عدد شيء معدود مثل البيض نستطيع أن نعده بيضة واحدة بيضتان مثل البرتقال برتقالة برتقالتان مثل التفاح مثل الأقلام مثل أقلام الرصاص مثل الحقائب مثل الكتب كل هذه أسماء معدودة عندما نسأل عن عددها فإننا نستعمل how many أما إذا كنا نسأل عن الحليب مثلا عن الأشياء السائلة كلها شاي ماء زيت حليب فإننا نستعمل how much للسؤال ليس عن العدد وإنما للسؤال عن الكمية لأن هذه أشياء لا تعد أيضا من الأشياء التي لا تعد هو السكر والأرز والعديد من الأشياء الأخرى مثل الجبن أيضا واب الكعك والعديد من الأشياء ملك ملك فريج فريج ريفرجريرر ريفرجريرر ما هو الفارق بين فريج وريفرجريرر ليس هناك فرق بإمكانك أن تسعمل هذه الكلمة فريج وبإمكانك أن تستعمل هذه ريفرجريرر إذا أردت ذلك لحظا أننا استعملنا كلمة لتل هنا بمعنى القليل وهنا استعملنا كلمة فيو بمعنى القليل أيضا ما هو الفارق؟ هل تستطيع أن تحزر؟ فيو نستعملها مع المعدود مثل البيض والبرتقال وغيره كلمة لتل نستعملها مع الأشياء التي لا تعد كالحليب هذا هو الفارق بين فيو وليتل وليتل The bottle isn't full It's not enough The bottle isn't full It's not enough The bottle isn't full It's not enough We need milk I'll go to the supermarket to get some We need milk I'll go to the supermarket to get some Need Need Supermarket Supermarket Get 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 Some Some تعلمنا هنا كلمة got وهنا get ما التارق بينهما؟ Got هذا هو الماضي من get فعندما أقول أنني سأحصل على أقول I'll get I'll get some eggs from the supermarket وعندما أقول أني حصلت على البيض من السوبرماركت فإنني أقول I got some eggs from the supermarket We need milk I'll go to the supermarket to get some Is there a lot of money in the wallet? Is there lots of money in the wallet? A lot of Lots of كلاهما يعطي المعنى ذاته بإمكانك أن تستعمل A lot of أو Lots of إذا أرأت ذلك Wallet 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 Is there a lot of money in the wallet? Is there lots of money in the wallet? الآن وصلنا إلى نهاية هذه الدرس اختبر نفسك فيما تعلمته اليوم أترككم الآن لمحاولة ذلك الآن سأظهر لكم الإجابة الصحيحة أرجو أن تكونوا قد تعلمتم شيئاً جديداً من هذا الدرس وأن تكونوا قد استمتعتم بالمشاهدة ألقاكم بمشيئة الله في درس جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة